بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل ستضرب إيران إسرائيل مجددا للإجابة عن هذا السؤال كنوا معنا حتى النهاية يقول الكاتب ياسر سعد الدين وضعت إيران في موقف حرج للغاية دولة وثورة ومكانة ودورا وفي حال لا تحسد عليها فالرد على الصفعات التي تلقتها وتتلقاها هي وحلفاؤها من الدولة العبرية قد يكون له من التبعات والعواقب ما لا تقوى على تحمله وحمله أما السكوت وعدم الرد فسيهوي بمصداقيتها إلى الحضيض بين حلفائها وأتباعها وسيهز صورتها ويؤثر بشكل كبير على دورها ومكانتها إقليميا ودوليا الأمر الذي كان أكثر ضررا على إيران هي الروايات والسرديات التي قدمها محللون ومراقبون ذهبت أكثر من الحديث عن التردد الإيراني أو حتى العجز عن الرد عن تجاوزات وانتهاكات الصهاينة لتتحدث عن صفقة إيرانية إسرائيلية أمريكية قدمت بها طهران حزب الله لقمة سائغة لإسرائيل وتخلت عنه في ساعة العسرة سوى من تصريحات لا تسمن ولا تغني من جوع في مقابل تقاسم النفوذ في الشرق الأوسط على أن تكون دولة الاحتلال السيد الأول في المنطقة فيما تكتفي إيران بدور الوصيف استدل أصحاب النظرية التأمورية على ذلك كما يقول الكاتب بالمعلومات المذهلة التي وصلت للدولة العبرية والتي مكنتها من توجيه ضربات قاسية ودقيقة لقيادات عسكرية وسياسية وصولا لحسن نصر الله ولمواقع الحزب الاستراتيجية من مرابض الصواريخ وحتى مستودعات أسلحته وذخائره بل إن البعض يذهب أبعد من ذلك ليشكك بأن حرص حزب الله الأمني الشديد ما كان له أن يخترق كما جرى في موضوع البياجر وغيره ما لم تكن هناك طمأنات إيرانية وعلى مستوى عال يستدل المشككون في الموقف الإيراني والطاعنون فيه والذين انضم إليهم أسماء إعلامية برزت في العقد الأخير على شاشات القنوات والفضائيات تدافع عن محور المقاومة بشراسة لتخرج الآن في مقابلات إعلامية تتحدث بطريقة صادمة وصريحة تشكيكا في الدور الإيراني ونيلا من بتصريحات المسؤولين الإيرانيين في هذا الصدد بل إن تصريحات الرئيس الإيراني خصوصا في نيويورك وعلى الأخص غزله في أمريكا قبيل اغتيال حسن نصر الله زودت المشككين بذخيرة لا يستهانوا بها فهل يمكن للمتابع والمراقب ولأجيال نشأت وهي تستمع لهتافات إيرانية تنال من أمريكا والشعار الأشهر الموت لأمريكا أطلقت لعشرات السنين حتى وصلت لشعائر الحج وطقوسه أن تتقبل عبارات على المستوى الرئاسي الإيراني تشيد بأمريكا فيما الطائرات والذخائر المصنعة أمريكيا تطحن أطفال غزة ولبنان والغطاء السياسي الأمريكي يدعم الصهيين في مجازرهم وانتهاكاتهم وتجاوزاتهم يتساءل الكاتب بعيدا عن التشكيك في الموقف الإيراني والذي اضطرت إيران للرد عنه ونفيه في موضوع إسماعيل هنية واغتياله في طهران وفي ضيافتها وحمايتها وكنفها فإن عدم الرد الإيراني على الإغتيال بعد التصريحات النارية والتهديد والوعيد الإيراني اعتبره البعض ردا إيرانيا يرتضي ويعترف لإسرائيل بالدور الرئيسي في المنطقة فيما تتراجع طهران من خلفها خوفا وطمعا خوفا من البطش الإسرائيلي والأمريكي وطمعا في إبقاء نفوذها على عواصم عربية وعلى أجزاء من المنطقة وإذا كانت مسألة عدم الرد على اغتيالهنية مع كل التصريحات النارية التي أعقبته من شخصيات إيرانية رفيعة المستوى وعلى رأسهم المرشد خامنئي تهز من مصداقية إيران وتفتح الباب على مصراعيه للتشكيك في مواقفها فإن ترك حزب الله في الميدان وحده في مواجهة إسرائيل ودموياتها ومجازرها في لبنان بحق حاضنة حزب الله الشعبية والدعم الأمريكي الكاسح لها ومن بعد اغتيال حسن نصر الله الذي لم يكن يتوقف عن الإعلان عن ولائه المطلق لإيران ولنظام ولاية الفقه فيها أمور سيكون له على إيران دولة وثورة تبعات كثيرة وتداعيات خطيرة حتى التصريحات الإيرانية حول ما جرى في لبنان وما تعرض له حليفة حزب الله والتي بطبيعة الحال لا تكفي شابه التناقض والغموض فطارة تسمع أن حزب الله قادر على صد العدوان وأخرى تقول إنه لا يمكن الوقوف بمفرده ضد دولة يدعمها الغرب ويزودها بالسلاة المنطقة في إعادة تشكيل وترتيب تواجه منعطفات فارقة ومفترقات حادة بشكل عام وإيران على وجه الخصوص وقد وجدت طهران أن السكوت والاكتفاء بالتصريحات والتهديدات اللفظية سيشجه إسرائيل على التمادي في ضرباتها وتجاوزاتها وتصفياتها قادة الميليشيات الذين يدورون في فلكها ويهوي بمصداقية إيران للحضيض مع حلفائها في الدول التي لها فيها ميليشيات ونفوذ وربما يتمردون عليها فرأت أن الفرصة سانحة مع الإنهماك الإسرائيلي على عدة جبهات لرد مدروس يعيد لها شيئا من هيبتها ويحفظ لها مكانتها بين حلفائها وأتباعها بدأ الاعتذار الإيراني غير المباشر من الأتباع والحلفاء بتصريح الرئيس الإيراني بأن الدول الغربية كذبت على إيران وخدعتها بعد اغتيال هنية بوعدها بوقف إطلاق النار في غزة مقابل عدم الثأر والرد على استهداف القائد الفلسطيني على أراضيها وفي ضيافتها ضربت إيران إسرائيل وبشكل مباغت وصرحت بشكل واضح بأنها استهدافت المنشآت العسكرية وليست المدنية في دولة الاحتلال وناس تصاعد وتضرب البنية التحتية إذا ما ردت إسرائيل على ضربات الثلاثاء ما يفهم من ذلك أن إيران اعتبرت ضربتها كافية ووفية وأنها لم تقوم بالتصعيد وما تريده قد لا يتجاوز حفظ ماء وجهها الكرة الآن في الملعب الإسرائيلي فإن ردت إسرائيل المنتشية وقياداتها السياسية والعسكرية خصوصا من المتطرفين واغتنمت الفرصة لاستهداف المواقع النووية فنحن أمام كرة نار تتدحرج بطريقة من الصعب التنبؤ بها أما إذا مارست واشنطن وحلفاؤها ضغوطا على الاحتلال للاكتفاء بالرد الشديد على محور المقاومة من ناحية الأطراف لا على القلب مقابل رشا عسكرية وسياسية فقد نشهد احتواء للتصعيد وستحاول الدول العبرية تعويض هزة الثلاثاء الفاتح من أكتوبر تشرين الأول النفسية والمعنوية بمزيد من الضربات الموجعة لحزب الله وحلفاء إيران في المنطقة ما استطاعت إلى ذلك سبيلا بذلك متابعين الأعزاء نكون قد استعرضنا معكم مقال ياسر سعد الدين والذي تساءل هل ستضرب إيران إسرائيل مجددا وكانت هذه الإجابات الهامة بينما نرى إيران تتحدى بذهاب الرئيس الإيراني بطائرات عسكرية تحمي طائرته المدنية إلى الدوحة في قطر وكذلك أيضا ذهاب وزير الخارجية الإيراني إلى بيروت في حماية طائرات عسكرية إيرانية وخطاب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي في التلفزيون وسط القيادات وتحت الكاميرات والأضواء متحديا الكيان الصهيوني وكذلك أيضا بعض الضربات رأينا المتحدث الإعلامي لحزب الله يظهر في الضاحية الجنوبية وسط الكاميرات والإعلاميين ليقول أن المقاومة اللبنانية وأن إيران لا تزال في الملعب وأن الهدف الذي سجلته إسرائيل قد ردت إيران بضربة مشبيهة أو مماثلة فالمعركة الآن قد تقول بأنها واحد واحد لكل الجانبين وبقيت الضربة القادمة ستكون لمن وما هي تبعاتها في الختام أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا لأجاب الفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر